مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام مساء يوم عظيم مساء النصر مساء العزة والكرامة طبعا النهاردة بتحل علينا ذكرتين عظيمتين هنبدأها طبعا بالذكرى الأقدم وهي طبعا يوم الخامس والعشرين من يناير وده طبعا بيرجع هذا اليوم لعيد الشرطة العظيم أثناء أحداث طبعا الإسماعيلية في سنة 52 لما رفضوا ساعتها الشرطة بتاعتنا سواء من عساكر أو من ضباط الاستسلام ضد الاحتلال البريطاني في الوقت ده ورفضوا ساعتها أن هم يسلموا سلاحهم ويخلوا أماكنهم طبعا ده كان قرارهم وتم تأكيد القرار طبعا من قبل طبعا وزير الداخلية في الفترة دي فؤاد سراج الدين لما قالوهم خليكم صامدين وقفين قوموا وطبعا إحنا الشعب المصري العظيم مش بس الشرطة الشعب بالكامل إحنا دايما عندنا ولاء لوطننا من الصعب إن إحنا نتخلى عن أماكننا من الصعب اللي إحنا نسيب أي احتلال إن هو ممكن يتعدى على الأرض بتاعتنا عندنا استعادات نضحي بآخر قطرة في دمنا علشان خاطر بلدنا ووطننا الغالية وساعتها في الوقت ده استشهد تقريبا خمسين شهيد وكان ثمانين جريح طبعا سواء من الضباط أو الجنود في الفترة دي ولذلك سميه اليوم ده بيوم خمسة وعشرين يناير هو طبعا عيد الشرطة المجيد نظرا لما فعلوه في هذا الوقت طبعا في زي ما قلت حيكم في حداثة الإسماعيلية في ألف الصمية اتنين وخمسين تم اختيار هذا اليوم يعني من جمال هذا اليوم من ذكرى هذا اليوم خمسة وعشرين يناير في زهن المصريين جميعا تم الاختيار في هذا اليوم بالنزول إلى ميدان التحرير أثناء صورة الخامس والعشرين من يناير المطالبة بالحرية والعدالة والكرامة وتغيير نظام فاسد وفي الفترة دي طبعا كلنا شاهدنا أحداث صورة خمسة وعشرين يناير وشاهدنا بمطالب الشعب في هذا الوقت والحمد لله احنا شعب قد الإرادة وقد التحدي وقادرين على ان احنا نغير اي نظام مش عاجبنا المصريين معروفين عنهم ان هم جبروت ورصاصة في قلب كل عدو يفكر ان هو يسيء لوطننا الغالي خلينا نقول رحم الله كل شهداء الوطن اللي راحوا أثار الإرهاب الغاشم الإرهاب اللي ما يعرفش لا دين ولا رحمة وحتى لا ننسى من هم الجماعات الإرهابية الذي اطلقوا في هذه الفترة على نفسهم جماعة الإخوان المسلمين ولكنهم لا يمطوا للإسلام بأي شيء انهم جماعة الإرهاب الذين لا يعرفون شيء عن الدين وكمان ليس لهم دين ولا ملة المصري اللي يضرب رصاصة على مصري زيه المصري اللي يفكر ان هو يجي على أهل وطنه طبعا ده لا يمكن يكون مسلم تماما ولا يمكن يكون عنده روح من الانتماء أو الوطنية شفنا كتير زهرنا في هذه الفترة يعني أكمشت ناس كتير جدا والحمد لله يمكن خلينا نقول راضيين على الوضع الحالي اللي احنا عايشين فيه دلوقتي الحمد لله مصر بتتقدم بسرعة الكتار في الفترة الحالية طبعا بفضل رئيسها العظيم رئيسها فتاح السيسي خلينا برضو نتوجه ليه بكل الشكر والاحترام والتقدير لما فعلوا في الفترة الأخيرة منذ أن تولى جمهورية مصر العربية خلينا نتكلم على شبكة التطوير والطرق والنظام أكيد كلنا شايفين ده وأكيد كلنا بلاحظين ده الشرطة العظيمة بتاعتنا كمان منقدرش ننسى يومهم في يوم زي ده منقدرش ننسى كل الشهداء اللي راحوا ووقفوا كانوا صابدين وضحوا علشان خاطر وطننا الغالي أنا النهاردة طبعا أكيد عندنا شهداء من الجيش ولكن أنا النهاردة بما إننا في عيد الشرطة فهنذكر شهداء الشرطة اللي راحوا طبعا في الفترة دي من فينا يعني ينسى دور الشرطة مش بس أثناء 25 يناير من فينا يقدر ينسى دور الشرطة في الفترة الأخيرة وخلينا كمان نقول إن كانت من دمن أهداف صورة 25 يناير عند أعداء الوطن كان الإقاع والفتنة ما بين المصريين وما بين الشرطة ولكن طبعا الملعوب كمفهوم جدا وسرعان طبعا ما فهم الشعب المصري هذه الحقيقة وتم إقاف الشعب المصري في ظهر رجال الشرطة ورجال الداخلية اللي دايما في الحقيقة مش بس دورهم بادئ من هنا اللي دايما صهرانين وفي أزمة كورونا كانوا الشرطة فعلت مجهود غير طبيعي وما زالت بتفعل هذا المجهود لكن خلينا طبعا ناخد أسر الشهداء خلينا برضو نقول لهم إن إحنا فاكرين شهداءنا ما بننساش ناسنا